وبقدر الله قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وقال في الآخر وحج بيت الله متى مات صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوتى فكأن حجه خاتمة الأركان وخاتمة بقائه في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه فكان آخر عهده بالدنيا أن حج البيت صلوات الله وسلامه عليه وقد أعلمه الله وهو في عرفة أنه لن يعود إلى عرفة فكان كلما خطب ودع الناس قائلا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون مكث ثلاثة وعشرين سنة يدعو إلى الله آواه غار وأدميت عقبه ودخل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وطعف بالبيت وقال خذوا عني مناسككم وهو لا يدري متى سيموت ثم أعلمه ربه اليوم أكملت لكم دينكم أنت لماذا بعثت لتبلغ الدين والدين قد كمل منص القرآن فعلم عليه الصلاة والسلام أن بقاه في الدنيا قليل فودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة إلى المدينة وأنا وأنت والمسلمون المعاصرون لم ير أحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يقين أن في قلبك شوقا لأن ترى ضرب موعدا هو الحوث كلما التزمت هديه وسنته كنت قريبا من أن ترد حوضه يخرج الناس عطشا ما أحوج إلى أن يسقيهم الله من يد نبيه ويخرج الناس عراه ما أحوج أن يكسوهم ربهم ويخرج الناس تدن منهم الشمس ما أحوج أن يذلهم الله تحت ظل عرشه هذه المطالب العظام التي يتعلق بها قلب كل مؤمن ومؤمنة أما الدنيا فخذ منها بقدر ما يكفيك ويعينك على طاعته اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ونسألك رزقا نكتفي به صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة